دائما ما كنت أقول وغيري أننا بحاجة ماسة أن نتكاشف ومرت سنوات طويلة لا أحد يسمع رغم أننا وما زلنا نؤمن سيأتي هذا اليوم الذي يتبين به الخيط الأبيض من الخيط الأسود لأنه الكل إذا لم أكن ظالما يدعي الشرف ويدعي الوطنية ويدعي محاربة الفساد ويدعي ويدعي ولكن إذا كان هذا الكل نزيها إلى هذا الحد تال باقي البلد ياهو أم باقة البلد لذلك دعوة السيد الصدر إلى المناظرة العلنية ستضع النقاط على الحروف إذا ما تمت وفق ما مخطط لها أو كما نتمناها نعم ندرك أن هناك من حارب الفساد ووقف بوجه الفساد وصرخه وعرض ملفات ولكنه قد حوربه أيضا أنا أقرأ هذه الدعوة وكأنها تأتي تحت عنوان هل من مبارز لأنه الوضع ما عاد يتحمل السير إلى الأمام خطوة واحدة بظل هذا الذي يجري آخر ما صار ناس فقراء راحت تؤدي تقوس عباداتها في قطارة الإمام علي وقعوا وماتوا وللآن الدفاع المدني وجهود كبيرة تبذل لإنقاذهم وعندما نسأل من المسؤول لا نعرف حتى هذه اللحظة الوقف الشيء يقول لست أنا والآخر يقول لست أنا طيب من المسؤول عندما تموت الناس من المسؤول عندما ماتت الناس في سنجار إلى الآن ما ندري البككة كتلوا لو حزب الله كتلوا وأنه بطلعتنا هاي الفلوس اللي بالمليارات إذا رئيس وقف يشتري فندق بوحده من مجموعة أملاكب أربعين مليون دولار واتقول لنا خلندافع الشرعية وخلونا نمضي الياس خام مجه نمضي وليا مرحلة نمضي ومن الذي تبدل في هذه المرحلة حتى نمضي بكم إلى مرحلة أخرى لا أخوان إذا كان هناك لكم من بقايا أو تودون أن تبقوا أو أنكم تريدون لهذا المشهد أن يستمر تعالوا نتناظر وقد تناظرنا معكم كثيرا ولكن حينما يدعو السيد الصدر لمناظرة علنية وأمام الناس وبرعاية الممتحدة والله أنا بصفتي كمواطن أحيي هذه البادرة ولكن أن حصلت ماذا سيجري بعدها ما هي القرارات ما هي الفضاحة التي ستظهر وما هي وما هي وماذا نحتاج رح نعرف أين هي الحقيقة والحقيقة والحقيقة الثابتة لدينا أن الكل قد اشترك في مسلسل تدمير هذا الشعب ولكن الجرأ والشجاع عندما نتناظر أمام الناس والله أنا في أولى المقدمات أقول أنها احتراما لكل الدماء التي سالت من أجل العراق والتي ظلمت والتي غيبت والتي قتلت زورا وبهتانا وعمدا تباهلوا وليفضح الله كبار فاسدكم وما آلت إليه سوء أعمالكم